بسم الله الرحمن الرحيم أنف لا أمر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى خراط العزيز الحميد الله الذي نهو ما في السماوات وما في الأرض وقيل للكافرين من أعذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في طلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بإسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء هو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ويذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صفار شكور وإذ ظال موسى لقومه اخبروا نعمة الله عليكم إذ أمان جاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون لساءكم وفي ذلك قداء من ربكم عظيم وإذ أبذى ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابين شديد وقال موسى إن تكفر أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حبيب نبع الذين من قبلكم قوم وحر وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسله بالبينات فردتوا أيديا في أفوالهم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعودنا إليه مريب وقالت رسلهما في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليوفر لكم من ذنوبكم ويؤثركم إلى أجل مسمى وقالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين وقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يكون على من يشاء من عبادي وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وننصبرن على ما آتيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعوضن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي ذلك بمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبال عنيد بمرانه جهنم ويسطى بالماء صديد يتجرع ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ببيت وعبه ورائه عذاب غليل بمثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمان اشتدت بإذريح في يوم عاصر لا يقدرون على شيء لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الظلال البعيد ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبهم ويأتي بخلق جديد وبالذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جبيعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فأم أنتم مخدون عنا بالعذاب الله بالشيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا قالنا من محيص وقال الشيكان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فأنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إذني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخذ الذين آمنوا وعملوا الصالحات جمات تجري من تحتها الأسهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم ترى كيف قرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتيهم لها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم داع البوار يهن ما يصلونها ومئس القرار وجعلوا لله أنبادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مخيركم إلى النار وقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا بما رفقناهم سرا سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رفقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائمين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لطلوم كفا وإن قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصناق ربي إنهم أطلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنهم مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا ربنا إني أسكنت من ذبية بواد خير بيزر عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أسئلة من الناس تنوي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاف إن ربي نسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب أن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون إنما يؤثرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مضعين مطنع ربوثهم لا يغفد إليه طرفهم وأسئلتهم هوا وأمان في الناس يوغي يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخصرنا إلى أجر قريب ربنا أخصرنا إلى أجر قريب نجب دعوتك ولن تبع الرسل أولن تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواء وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكر وعرم دو الله مكر وإن كان مكر لتثول منه الجبال فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقاب يوم تبدل الأرض ضير الأرض والسماوات وبرسول الله الواحد القطار وتعى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفال سرابيل من قطران وتغشى وجوه النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلا للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب